تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كروي اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم خميس عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في نقاش اليوم بدي أوقف ربما مع تصريحات خارجت قبل أيام اللي ما ردت المدير التنفيذي في نادي الإنتر واللي تكلم فيه إنه كان بيقدر يشتري هالند لليو في قبل سنوات طويلة من أويام ما كان يلعب بالنيروج مقابل 2 مليون يورو وبيكملوا بيقول أنا بعتبر هاي أكبر ندم عندي في مسيرتي إني ما قررت أشتري هالند بذلك الوقت الكلام يبدو منطقي الآن إنه واحد ضيع هالند بـ 2 مليون والآن اللعب ممكن يروحه بـ 100 مليون وراتب بـ 50 و60 مليون صاروا يتكلموا أكيد لازم يندم أكيد لازم يخجل من ذلك القرار لكن أنا عندي وجهة نظر مختلفة وهذه هي موضوع نقاشنا الكروي إنه في ناس بتشوف في هذا الموضوع كإنه خطأ من اليوفي أو خطأ والله من ريال مدريد رفض اللاعب الفلاني قبل خمس سنين ورجع اشتراه بعد ذلك بـ 40 مليون أو خطأ من برشلونة رفض فلان أو بايرون رفض فلان معناه رجع اشتراه أو أي نادي في العالم في الحقيقة فيه شغلة مهمة اللاعبين الصغارز بالعمر يعني الـ 14 و 15 للـ 18 و 19 لما يبلشوا شوي شوي تتكون أسلوبهم وشخصيتهم زي البدرة بالضبط يعني ممكن هذه البدرة تحطها بهذه الأرض تنبت وتصير شجرة وممكن بالأرض الثانية ما تطلع شيء فبعض الأحيان المسار اللي بمره اللاعب قائم على أساس إنه ما أخد المسار الثاني يعني اللي وصله هلند الآن من نجومية وطلب وضغط لأنه ممكن ما رعى اليوفي بذلك الوقت لأن ربما لو رعى اليوفي بذلك الوقت جلس دكة خسر الفريق ده مباراة مبارتين صار فيه توتر راح اليوفي معيره لجنواء على أبصرمين بولونيا اللاعب توتر ضاع فبعض الأحيان التطور أساسا ناتج على إنه هاي الأندي الكبيرة أو بعض الأندي الكبرى ما بتجيب الشاب الصغير وبتقوله يا الله تعال عندي لأنه انتظار هناك دون ما يلعب بضيع عليه وقت من التطور نتيجة الاحتكاك وبخلق عنده نوع من الإحباط أيضا يعني الآن نجي من العربي محمد صلاح اللي هو بالقمة زي ما بنعرف أنا مؤمن تماما ربما لو كمل بتشلسي ما صار هذا اللاعب يعني ممكن صار لعبة كويس لعبة بريمير ليك بس طلعته وردت فعله بعد ذلك ما بين خبرته اللي بإيطاليا فيورنتينة شوي شوي كسب الثقة مع روما أكثر وأكثر ثم جاء إلى ليفربول كان لعب تطور فجاء بمنصب آخر مع مدرب مختلف بكل شيء وأصبح محمد صلاح فبعض الأحيان فكرة إنه نادي أرسنال رفض زلتان لنفرد ما بتعرف لو زلتان رأى على أرسنال وقتها كان حيمشي مسيرته زلتان اللي بنعرفها ولا زلتان كان حيعاني هناك وما يتعود على لندن ويضيع فأنا هادي بأعتقد إنه من أكبر الأخطاء اللي بنرتكبها إنه بنعتبر إنه في موهب ما رقب طريق وطلعت بهذا الطريق لو في واحد في البدايات ما أخده يعتبر خاطئ لأنه ممكن يكون فعلا بيئت ذلك النادي غير مناسب إلو بذلك العمر ببساطة احكوا لي واشي اتذركم بهذا القصة هل كل واحد ضيع موهب عمره 16 و17 و18 لازم يظل يندم عليها والله ليش ما أخدتها أليس في أندي أصلا ما بتعرف اتطور مناهب ولا لا بس لنا تعليقاتكم اتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة